جزر أو جزيرة قرقنا هي أرخبيل يقع الشرقي تونس على بعد حوالي 30 كم من سواحل مدينة صفاقس وتشكل مجموعة الجزر وجهة سياحية محببة لغناها طبيعي وشواطئها وتاريخها أيضا المزيد حول السياحة يا مونة في أرخبيل قرقنا يحدثنا الخبير السياحي أمين الزرغاتي عنه بضيفنا بالستوديو سواح نور أهلا بك أهلا سهلا بك ميلادنا سهلا بك مونة مرة أخرى سعيد جدا بيتيوجي دايمن نحكي على تونس بغالي نحن سعيدين بوجودة وبصراحة أنا طوي في طريقي جاي مش نحكي على قرقنا وخايف لم نقدرش نعطي حقها قرقنا في ظرف وجيز فراحة يعني من أجمل مناطق في تونس أمين يعني أنا هيدولي الصور اللي مرئ صورتين عم مثلا طلعها الصورة طلعها المناطق شي كتير حلو شوف اللي يحب الهدوء الهدوء البحر الأكلات البحرية الشواطئ بصراحة قرقنا شوف منطقة يعني فريدة جدا في البحر الأبيض متوسط أنا أقولك مش كان في تونس بحر الأبيض متوسط وفي عديد الحاجات الأخرى اللي بش نحكي عليهم اللي تميز ججيرة قرقنا أصلا في العالم يلا خبرنا عنهم يعني حمستنا كفاية لنعرف أكتر أول شيء هي أول شيء هو أرخبيل فيه مجموعة جزر في جزيتين كبار نوعا ما اللي هما يتسمون الغربي والشرقي إذا ما أنتم شايفين الغربي والشرقي المنطق الغربي اللي في الغرب والشرقي اللي في الشرق هؤمن الثنين اللي فيهم سكان الباقي مجموعة جزر صغيرة غير آغة بالسكان فيهم سكان دائمين أرخبيل بيتواصلوا مائيا مع بقية المناطق الغربي والشرقي يتواصل مع بعض بجسر صغير من الفترة الرومانية تبني ولكن هي بعيدة تقريبا 20 إلى 22 كيلومتر يعني من مدينة صافيقس على البحر طبعا اللي هي على الساحل جزيرة قرقنا 160 كيلومتر مربع تقريبا جزيرة قرقنا فريدة من نوحة في العديد من الاعتبارات أول شيء إذا تعرفوا أنه هي أول شيء التسمية التسمية قرقنا هو أول ما ذكرت في التاريخ أرخبيل قرقنا ذكرها أب التاريخ المؤرخين هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد لكن الفينقيين كانت تعيش هناك وهو سمها بكيرانيس هذه التسمية الأغريقية في الوقت عرفت فترة رومانية مزدهرة جزيرة هذه وتسميت في الفترة الرومانية سيرسينا ولا إحنا هي في الأصل كيركينا أو تكتب بالفرنسي يعني ننتقها بالفرنسي سيرسينا من سيرسينا لكيركينا لقرقنا بالضبط العرب يعني عرفت أوج ازدهار في الفترة الرومانية ومن بعد في الفترة العربية الإسلامية عادت ظهرت مرة أخرى في التاريخ باسم قرقنا واللي هو طبعا تعريب للإسم الإغريقي الأول واللي أصن يعني سلطعون حسب بعض المؤرخين نعم سلطعون يعني بالضبط هي شوف الجزيرة هذه الجوبجوب اللي نقولوه في قطر قلوه الجوبجوب أو الكخاب يعني من الفرنسي الحاجة اللي تميز قرقنا إنه قرقنا الجغرافيا سقلت ناسها كيف؟ بمعنى هو الجزيرة هادية والأرخبيل هي أرخبيل منبطح فيه أشجار نخيل فيه بعض أشجار التين احنا قلوه الكرموس في تونس التين بعض الأشجار العنب وشوية زيتين ونخيل لكن يعني الفلاحة مش مزدهرة فيها بحكم الأراضي مالحة شوية ممكن للناس أنه يتملكوا أراضي بالجزيرة طبعاً الناس تتملك أراضي في الجزيرة لكن لكن في حاجة تميز جزيرة أرخبيل قرقنا على العالم الكل إنه صدق أو لا تصدق الناس تمتلك البحر في قرقنا بوثائق رسمية نعم ناس تملك زي ما أنت تبدأ مالك أرض ولا عمارة ولا بيت يمتلكوا جزء من البحر يمتلكوا جزء من البحر من وي؟ من الدولة يعني بتتملكهم طبعاً طبعاً أي وعقود ملكية وكل شيء من الشط من الشط من الشط من الشط يعني إلى البحر أغلب الأحيان 150 متر 200 متر أنت والمكان يعني يعني بيقدر الواحد يعني يعني هذا البحر لي طبعاً هي عائلات تورث لامتلاك يعني المنات قادرة في البحر ومن بعد تقريباً في القرن السابع عشر السادس عشر حسب المؤرخين حسب المؤرخين بدأت يعني صياغة العقود يعني شوف السكان قرقنا الكل هم بحارة الكل حتى نساء فيهم نساء ريس يعني نحن نقول له لها ريسة نساء كل بحارة ما فيش حد حتى المعلم بحار الحلاق بحار كل هم بحار المورد الرزق الأساسي هو البحر البحر في منطقة قرقنا هو بحر ضحل مو عميق نعم طب قبل أن يتهي وقتنا للناس للسواح يعني هلأ يعني بهالحماس اللي عم تحكي عنه عن قرقنا صار بدنا نزول صارنا حابين نروح أكيد المميزات المميزات وعوامل الجزر لماذا تشاهد؟ أهم المميز من أهم المميزات هي اللي تشوفوا فيه هذا المصائد الثابتة في أرخبيل قرقنا تتسمى الشرفية هذه مصائد ثابتة في خاخ للأسماك تدخل في وقت يصير مد تدخل هي الأسماك ترعى في البوزيدونيا هذه الأحشاب البحرية وبعد كيف ترجع مع الجزر تتبع أوراق النخيل اللي استعملوها هالي قرقنا طبعا مش بنيو فيها المصيد هذه تدخل في الغرفة هذه وتدخل في غرف صغيرة تسمى الدرينا وتبقى السمكة يعني في الفخ مدة يوم لا تاكل لا شيء لكن تبقى حية وهذا ليش احنا نقوله أحسن أفضل أنواع الأسماك موجودة في قرقنا بحكم تبقى حية فهمين اسمها الشرفية واليوم الشرفية هذه تقنية الصيد هذه موجودة في لائحة التراث العالمي لليونسكو التراث العالمي الثقافي اللامد من ديسمبر 2020 أهل قرقنا يعلموا العالم طريقة صيد الأسماك بطريقة مستدامة من غير ما يضروا البيئة أمين أهل قرقنا أجمالا صابورين لأن الصيد صابورين كتير صابورين كتير وعندهم معروفة أيضا مع السياح هذا كل مع السياح رو ومعروفة أيضا بالقرنيت أحنا نقوله القرنيت اللي هو الأخطبوت أخطبوت شوف الأسمات يعني حياكلوا قرنيت ورح يتصيدوا ورح يقعدوا على البحر الناس اللي حتزور هالجزيرة بيش يأكلوا الأكلات البحرية اللي حب الأكلات البحرية مفيش يروح القرقنا مفيش كمان سؤال أمين هل هناك عادات خاصة بأهالي قرقنا يعني ممكن تطلعنا عليها أهم العادات هي المأكلات اللي عندها علاقة بالبحر بين شهر أكتوبر حتى الشهر أفريل يعني هذا موسم الصيد الأخطبوت في الصيف ممنوع بحكم فترة التكاثر أهم الأكلات اللي ناكلوها في قرقنا والمعروفة احنا في تونس كلنا نعرفها كسكسي بالقرنيت الكسكس بالأخطبوت من أحلى ما تكل كسكسي بالقرنيت في شربة الشيش أو شربة الشعير بالقرنيت وفي عندنا امرأة نعرفوها الناس كل في تونس نحنا تونس كلنا نعرفوها اسمها نجات عندها مطعم نوجلها التحية نجات عندها مطعم في آخر جزيرة قرقنا اسمها مدينة اسمها العطاية إذا نحب هناك لأكلة القرقنية نرحولها وطبع خرجات البحر الناس تخرج للبحر تستاد واللي يحب على الهدوء وفي حتى تنظيم معتها يعني نشاطات سيحية نشاطات سيحية البايكينج الناس تمشي تعملها إلى خيرين طبع أمين إذا حدا هلأ عم بتابعنا كيفية الوصول إلى جزيرة قرقنا يعني ديستيناسيون كيف لازم يروحوا ليوصلوا للجزيرة سهلة كتير باش توصل للجزيرة تروح المدينة اسمها مدينة سفاقس تاني المدن التونسية بالسفاقس وفي سفاقس في فارز احنا نقول له اللود في تقريبا 12 ولا 10 بليون يعني موجودين بروحوا بيرجعوا وتوصل للميناء الرئيسي سيدي يوسف ومن هناك من سيدي يوسف حتى الآخر جزيرة في تقريبا 35 كم طريق وفي شواطئ في سيدي فرج يعني والله العظيم يلزم ساعة بشي أحكي لك يعني في ألف حال أما بالحق ندعو اللي موجود في تونس واللي يحب يزور وياكل الأكلات البحرية يروح القابل بصراحة شجعتنا كثير أمين نستغل وجودك معنا ويعني نختم بركبي السؤال كيف تشجع عادة الجزر السياحة البيئية والمستدامة هي شوف مرة أخرى الهالي قرقنا يعلمونا ويعلموا في العالم اليوم طريقة استغلال الموارد الطبيعية بصيفة مستدامة والاكتفاء الذاتية والاكتفاء الذاتية بالأخص فيما كنا نحكيه في المصائد الثابدة إلى آخرين المصائد يعني تقنيات الصيد هذه حاجة واليوم في مشاريع إن شاء الله تكون وتراوى النور قريبا إن شاء الله حتى النزل اللي نحبوها تكون موجودة وتكبر في جزيرة قرقنا أرخبية تكون محافظة على البيئة والناس تحب أن النشاطات اللي تكون في قرقنا تكون محافظة على البيئة وحتى الشعب ونفسه هل هناك موسم معين من الأفضل زيارة هذه الجزر أم طوال السنة أنا أقول طوال السنة قرقنا طوال السنة للي حب يصبح في الصيف أنت بتحبها لقرقنا بس كون عادل أنا نموت عليها أنا نقول نموت عليها وإذا كمان حتى بالشتة صباحة حلوة فيه اللي حب يشوف في الطيور في الربيع وفي الخريف اللي حب يصبح في الصيف اللي حب الأوكلات والخرجات البحر يخرج في الشتة في كل سنة أوكي طوال السنة طوال السنة يعني شوف ونقول آخر بش نعرج على آخر حاجة مع الشغب للي للي بش يزور قريبا جزيرة قرقنا نقول له هذا نقول له يلي ماشي للجزيرة تسلم على الأهالي من مليتا للعطايا خبرهما عن حالي هذه أشهر أغنية حلو 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 طيب 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 يعني صرنا معك رح نروح على الجزيرة عند نجاة رح نأكل الهاتف بقناة البحرية لازم نقل له للمشاهدين يلي عم بيتابعوا الحلقة وقرروا يروحوا نجاة خمسين بالمئة حسم بتقولهم بني صباح النور ببرنامج بيعلى قناة العربي اثنان موافقة نجاة طبعا إلا لنجاة كل من يزور الجزيرة من بعد هذه الحلقة شكرا لك شكرا على هذه المشاركة شو حلو هالشغف الموجود أنا شغف في تونس وشغف في مهنة طبعا ديك 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 بيعطيك العاشر بارك الله شكرا لك شكرا لك